السلام عليكم أعزائي طلاب التاسع اليوم رح نبلش كمان مرة بالدرس الثالث اللي هو حل المعادلات لا حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها يعني مش بس قيمة مطلقة ورح يكون في متباينات كمان طبعا اسمي لأستاذ أنس خليل تحياتي وأشواقي للجميع شو يعني قيمة مطلقة هس متباينات خلص خلص عرفنا شو يعني متباينات أكبر أصغر أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي قيمة محصورة بين عددين هاي هي المتباينات قيمة مطلقة بكون شوف 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 بكون يا سيدي العزيز يا محترم يا لزيز بكون رمزة زي هيك قيمة مطلقة أقول مثلا للسالب خمسة هسا القيمة المطلقة بطبيعتها شو بتعمل باللجواتها بتخلي إشارته موجبة فبتصير بدل سالب خمسة بتصير القيمة النهائية خمسة طب لو قلت لك القيمة المطلقة للخمسة برضو حتخليها موجبة زي ما هي وبضلق خمسة شو معنى القيمة المطلقة؟ المعنى الحقيقي للقيمة المطلقة هو كأنه بسألك شو المسافة أو كم المسافة بين السالب خمسة والصفر يعني على خط الأعداد هاي الصفر وهاي السالب خمسة صفر واحد نين تلات أربعة طبعا سوالب سالب خمسة كم المسافة رح تكون بين السالب خمسة والصفر؟ واحد خطوة خطوتين ثلاث خطوات أربع خطوات خمس خطوات هايهم كم المسافة بين الخمسة الموجبة والصفر؟ نفس الإشي رح تكون خمس خطوات بين الخمسة والصفر فهذا المعنى الحقيقي لموضوع القيمة المطلقة هذا المعنى بدنا نطبقه على المتباينات فبتحكي لي فكرة الدرس بدنا نحل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها حلو الكلام فرح نبلش حل بأول فكرة اللي هي كيف أوجد قيمة مقدار جبري في جواته قيمة مطلقة المقدار الجبري هو عبارة عن حدود جبرية بينهم جمع وطرح وإذا كان في جواتهم قيمة مطلقة هل هذا الإشي بيخوفني؟ لا ما بيخوفني بالعكس إشي كتير بسيط فبحكي لي طلع لي قيمة المقدار الجبري لما تكون إكس بتساوي سالب أربعة وكأنه بحكي لي حط محل الإكس سالب أربعة فبتصير بدل الإكس إيش؟ سالب أربعة ناقص اثنين كلهم جوه القيمة المطلقة زائد عشرة الأولوية لمين؟ للي جوه القيمة المطلقة سالب أربعة ناقص اثنين سالب ستة جوه القيمة المطلقة زائد عشرة سالب ستة شو القيمة المطلقة لها؟ حكينا كل إشي جوه القيمة المطلقة بصير موجب ستة زائد عشرة الجواب النهائي ستة عش إذن قيمة هذا المقدار الجبري بتساوي ستة عش اللي هو القيمة المطلقة للإكس ناقص اثنين زائد عشرة كلهم قيمتهم ستة عش لما إكس بتساوي سالب أربعة طيب فرع اللي بعده لو كانت الإكس بتساوي سالب واحد بتصير سالب اثنين فيش إشي بين السالب اثنين ورمز القيمة المطلقة معناها برب القيمة المطلقة للتلاتة محل الإكس بحط سالب واحد زائد واحد وبسكر رمز القيمة المطلقة الأولوية لمن؟ للي جوه القيمة المطلقة في ضرب في جمع أكيد الضرب فبتصير القيمة المطلقة تلاتة ضرب سالب واحد سالب ثلاثة زائد واحد كلهم ضرب السالب اثنين سالب ثلاثة زائد واحد سالب اثنين جوه القيمة المطلقة ضرب السالب اثنين قيمة المطلقة للسالب 2 بتصير 2 موجبة ضرب السالب 2 فالجواب النهائي بكون السالب 4 هاي فكرة لزيزة هاي هدية بالامتحان هاي إذا أجتك لازم تسكرها وممنوع تخطأ فيها مش مستاهل الخطأ طيب هسا بدنا نحكي عن معادلات القيمة المطلقة أول إشي كلمة معادلة اعرف إنه بكون في عندك إشارة اليساوي وفي عندك قيمة مطلقة بالموضوع فصار اسمهم معادلات القيمة المطلقة فأحد القوانين اللي بدي أستخدمها وين ما أشوف قيمة مطلقة مع يساوي هو القانون التالي بقولك إذا كان في جوة القيمة المطلقة اقتران خطي AX زائد B جوة القيمة المطلقة اقتران خطي معناها X مرفوعة لأس واحد إذا كان هذا الشكل اللي هو AX زائد B جوة القيمة المطلقة بيساوي C C المقصود فيها عدد هذا العدد شماله أكبر أو يساوي صفر يعني من الصفر طالع يعني عدد كلي W يعني الصفر والأعداد الموجبة لا عفوا مبلاش كلي لأنك هيك حتفكر إيش قصدي عدد صحيح لأن الكل فيش فيه فواصل فلا أنا بديش أقولك زي هيك أكبر أو يساوي صفر؟ خلص معناها الصفر والأعداد الموجبة كلها إن شاء الله نص بس بتظلها موجبة طيب أحل المعادلتين المرتبطتين بهها وهما أول ما تشوف هذا الشكل لازم تحوله لهدول الشكلين بتساوي ما داخل القيمة المطلقة اللي جوها القيمة المطلقة مرة بالعدد هذا وهو موجب أو بتساوي فيه وهو إشارته سالبة ما منفهم لنحل سؤال فلازم نحل سؤال بحكي لي بالسؤال أحل كل من المعادلات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد إن أمكن هاي الجملة فيها فخ وركز منيح لما يقولك إن أمكن ليش؟ هقولك بآخر فرع طيب قيمة المطلقة للإكس نقص 7 بتساوي 5 أول ما تشوف يساوي وقيمة مطلقة على طول وحط خيارين مرة الإكس ناقص 7 بتساوي الخمسة وهي موجبة ومرة الإكس ناقص 7 بتساوي الخمسة وهي سالبة فبالتالي بدك تحلموا عدلتين واحدة هون وواحدة هون نبدأ بالخمسة وهي موجبة زائد 7 زائد 7 فإكس تساوي 5 زائد 7 12 هون برضو زائد 7 زائد 7 فإكس تساوي سالبة 5 زائد 7 موجبة 2 فبالتالي مجموعة حل المعادلة أو القيم اللي بتمثل حل المعادلة اللي هم الـ 12 والـ 2 فيش داعي أكتبهم على شكل مجموعة أنا بقدر أكتبهم بس لأنه حلين منفردين يعني مجموعة منتهية فخلص أكس تساوي 12 أكس تساوي 2 بكفي بنا نمثل مجموعة الحل على خط الأعداد إن أمكن هاي خط الأعداد في عندك لتنين وفي عندك لتناش خط عليهم حلقة مغلقة على هاي حلقة مغلقة وفي داعي ترسم أو تضلل على خط الأعداد لا أنت بتطلع بتطلع قيم ما عم بتعبر عن متباينة عشان تضلل خط الأعداد لا قيم خلص النقط لحالها بتكفي هون هذا السؤال لطيف وجميل ومهم أربعة مضروبة بالقيمة المطلقة اللي جواتها 2 أكس زائد 7 بيساوي 16 بس أنت حلعطوه حتى تقول لي إيش مرة نزلها وسويها بال16 ومرة نزلها وسويها بالسالب 16 وأنا حقول لك هذا الحكي خطأ القاعدة اللي عبرنا عنها لازم تكون على شكل AX زائد B بتساوي C يعني ممنوع أشوف إشي حوالينا القيمة المطلقة لازم بس قيمة مطلقة وجواتها اقتران خط AX زائد B وبساوي عدد أما أي شكل غير هذا الشكل لازم أغيره لازم أبسطه فبدي أتخلص من الأربعة اللي مضروبة بالقيمة المطلقة فبقسم على أربعة على أربعة فبتصير القيمة المطلقة لـ 2X زائد 7 يساوي 16 تقسيم أربعة أربعة هسا بقدر أحل حسب ما اتفقنا مرة بساوي لـ 2X زائد 7 بالأربعة الموجبة مرة بساوي لـ 2X زائد 7 بالأربعة وهي سالبة فهسا بدي أحل معادلة ناقص 7 ناقص 7 2X بتساوي 4 ناقص 7 سالب 3 بدي أتخلص من المعامل على 2 على 2 فـ X تساوي سالب 3 على 2 هون ناقص 7 ناقص 7 فبتصير 2X بتساوي سالب أربعة ناقص 7 سالب 11 على 2 على 2 فبتصير X تساوي سالب 11 على 2 وبنمثلهم على خط الأعداد بنفس الطريقة هاي هاي اللي بتهمني هاي هي اللي بتهمني وقلتلك فيها تركز صغير X زائد أربعة تساوي سالب 10 بتيجي أنت يا أبو الحبايب شو بتعمل بتحكي X زائد أربعة بتساوي 10 وبتحكي X زائد أربعة بتساوي سالب 10 وبتبلش تحل وبتبلش وبتروح وبضغوص وبتطير وبتسفح بس هذا الحكي غلط غلط ليش غلط السبب C اللي هي على يمين اليساوي ما حققت الشرط اللي حكيه لي بالقاعدة اللي حكيناها أول إشي يجيب لي شوي قلنا لازم تكون موجبة أو صفر يعني من الصفر وطالع فإذا طلعت سالب على طول لا يوجد حل أو بتحكي مجموعة الحل خالية الحل ما في حل أصلا فهي جدا تخليها ببالك عشان هيك حكالك إن أمكن هسا بدنا نحكي عن المتباينات المتباينات قيمة مطلقة ومعها إشارة أكبر أو أصغر أو أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي رح نبلش بأول قاعدة مهمة إذا كان معها أصغر متباينة القيمة المطلقة في جواتها AX زائد B أقل من C قبل شوي كنا نحكي يساوي C هسا أقل من C حيث C أكبر من صفر آه قبل لما يكون يساوي قل لي C أكبر أو يساوي صفر بس لما تكون متباينة لازم تكون إيش أكبر من صفر لازم تكون C موجبة يعني ممنوع تكون صفر ممنوع تكون سالبة أحل المتباينة المركبة المرتبطة بيها بكون الحلكة التالية على طول بتحط اللي جوها لقيمة المطلقة بتخليه محصور بين قيمتين قيمة C السالبة وقيمة C الموجبة يعني لو جب لك X زائد واحد أقل من اتنين على طول بتحكي X زائد واحد محصورة بين قيمتين اللي هم السالبة اتنين والاتنين بعد دي أتبلش حل وخلينا نبلش حل طيب أحل كل من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد إن أمكن على عيني وراسي نبدأ بالأولى قيمة مطلقة أقل أو تساوي الواحد حتى لو كان في يساوي ما في مشكلة بس المهم إنها أقل فعلى طول بستخدم العلاقة أو القاعدة اللي حكينا فيها قبل شوي بحط ما داخل القيمة المطلقة بخليه محصور بين قيمتين الواحد مرة سالبة ومرة موجبة طب هسا أستاذ شو بدي أعمل بدي أخلي الـ X لحالها مجلي أحل يعني X لوحدها X شمالها لوحدها فكي بدي أخلي الـ X لحالها زائد اتنين زائد اتنين زائد اتنين فالـ X صارت محصورة بين الثلاث والواحد لأنه سالبة وحد زائد اتنين واحد وحد زائد اتنين ثلاث فصارت مجموعة الحلة من الواحد للثلاث يعني الـ X محصورة من الواحد للثلاث لو بدي أعبر عنها بخط الأعداد من الواحد للثلاث وحلقات مغلقة وبس خلاص هون نغير اللون القيمة المطلقة للـ X زائد سبعة زائد عشرة أقل من اتنين هذا الشكل ما بديها أنا بدي القيمة المطلقة لحالها عطرف والعدد عطرف فالزائد عشرة هي لازم أتخلص منها بالبداية فبحط ناقص عشرة ناقص عشرة فبتصير القيمة المطلقة للـ X زائد سبعة أقل نين ناقص عشرة نين ناقص عشرة السالب تمني قاعدة شو بتحكيلي AX زائد B أقل من C وفي شرط شو الشرط السي أقل من الصفر ايه عفوا السي أكبر من الصفر وإذا مش مصدقني عشان نتأكد هاي بنرجع للقاعدة سي شو حكيلك أكبر من الصفر يعني لازم تكون موجبة بعد ما حلينا هون حطينا ناقص عشرة طلعت معي X زائد سبعة شو ما لها أقل سالب تمني هاي خربت لنا الدنيا فلا يوجد حل فمجموعة الحل خالية فاي هاي المتباينة ملهاش حل عشان هيك حكيلي إن أمكن طيب إحنا أخذنا إذا كانت AX زائد B أقل من C طب لو إذا كانت أكبر من C شو بعمل هسه بنشوف شو بنعمل بنحط اللون الأزرق إذا كانت أكبر إشارة الأكبر برضو نفس الشرط C أكبر من صفر ما بخلي ما داخل القيمة المطلقة محصور بين قيمتين اللي هم السالب والموجب لا بعمل ما داخل القيمة المطلقة اللي جوه القيمة المطلقة مرة أقل من العدد السالب ومرة أكبر من العدد الموجب ولازم نحل عليها عشان نفهمها يلا نحل عليها أحل كل من المتباينات الآتية ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد إن أمكن X ناقص 3 أكبر أو تساوي أربع العين وراسي الشكل جاهز لأنه أكبر على طول بحط OR X ناقص 3 رح أكتبها مرتين مرة أقل ومرة أكبر مرة أقل من مين من السالب أربعة مرة أكبر من مين من الأربعة الموجبة بعديها ببلش أحل بدي أخلي X لحالها زائد 3 زائد 3 فX أقل سالب أربعة زائد 3 سالب واحد أو زائد 3 زائد 3 X أكبر من السبعة فمجموعة الحل صارت عندي X أقل من السالب واحد وX أكبر من السبعة فبالتالي تمثيلها على خط الأعداد هيكون كالتالي سالب واحد سبعة الأقل يعني للسالب ما لا نهاية الأكبر يعني للمالا نهاية X أكبر من سبعة يعني من السبعة وطالع بس في حلقة مفرغة لأنه فيش إشارة يساوي عند السبعة X أقل يعني للسالب ما لا نهاية وفيش إشارة يساوي يعني حلقة مفرغة للسالب ما لا نهاية فهذا تمثيلها على خط الأعداد الفرع اللي بعده دائما الفرع الثاني بيكون مشكوك فيه بيكون 5 بس خلينا نتأكد قيمة مطلقة للعشرة ناقص X أكبر أو تساوي مين سالب 5 هاي خربت المدية يجب أن تكون موجبة وللتذكير يعني C لازم تكون أكبر من صفر فبالتالي لا يوجد حل يعني مجموعة الحل خالية phi وهيك بكون خلص درسنا لليوم أعزائي الطلبة السلام عليكم